وهذا الخوف خوف فطري عند كل الناس إنسان يخاف عندما طار حيوانا مفترسا فأنت تخاف فكهذا الخوف وكما قال الله سبحانه وتعالى فخرج منها خائفا يترقب أيضا موسى عليه السلام هذا النوع خوف فطري غير مزموم إنما الخوف العقدي هو لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وهو من عمل القلوب أن تخشى الله سبحانه وتعالى فأن تخشى الله أن تعصي سبحانه وتعالى وأن تخشى الله في سرك ولا توجه هذا الخوف وهذه الخشة إلا لله سبحانه وتعالى فلا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى هذا هو الخوف العقدي الذي لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى يبقى هناك فارق بين الخوف الفطري اللي هو معنا هنا فأوجس في نفسه خيفة موسى والخوف العقدي هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى